السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وده بالنسبة للي انا كنت مخطط له واللي عاوز اوصل له وضع غير طبيعي انا شايف ان من المريح ومن المناسب ومن الممكن واعتقد من المردي لحضراتكم ان يبقى في الاسبوع ما لا يقل عن خمس حلقات يعني احنا ممكن ناخد بريك مرة او مرتين وما يبقوش وراء بعض كمان فانا مش عاوز ابدا يعد يومين علينا من غير مع الاقل يكون في حلقة جديدة على فيلم جامد وان شاء الله بازن الله اللي حصل في التلات يام اللي فاتوا دول ما يحصلش تاني بالنسبة للفيلم الفيلم انا شفته انا كنت مسجله انا عارف كويس او ان هو فيلم مهم من افلام 2019 وكنت مسجله من على او اس ان 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 ديماند وعد وقت طويل من غير ما اتفرج عليه لغاية لما من كام يوم كده كان عندي ارق شديد جدا وحاولت انام ما عرفتش فأمت تعلمت ما تقومش موضوع احساس عدم النوم ده وحاولت ادور على حاجة شوفها لقيته ففتحته بنية ان انا عاوز اعجي عليه سريعا اللي هو انزام اخد فكرة عنه بس واعرف اذا كنت عاوز اتكلم عنه ولا وللأما انا معرفتش اسيبه غير لما خلصته يوميا نمت الساعة 7 الصبح يعني ده مهم جدا واحنا بنتكلم عن الفيلم ككيان على بعضه انا كمشاهد عادي عندي الفيلم من لحظة مفتحته ما قدرتش اقفله يعني شعرت بارتباط كبير جدا مع الشخصيات ومع الحدوطة لدرجة ان انا حسيت باني مش قادرة اسيبه غير لما لازم اخلصه عاوز اعرف هيخلص على ايه من نحية وعاوز استمتع به لغاية اخر لحظة من نحية تانية بس ده ما يمنعش انه ما ينفعش يتقال عليه فيلم مثالي زي كل افلام الدنيا وانه في عيوب واضحة شويتين المهم فيلمنا بيحكي حدوتها نطاقها صغير شويتين بتدور عن شخصيات في نورث كارولينا شخصية زاك وزاك دوت عنده متلازم داون وعنده 22 سنة وعيش في دار مسنين لانه تم التخلي عنه من اهله وهو طفل لغاية لما وصل انه بقى عنده 22 سنة فمعادش ينفع يعيش في ماء تنفعه في دار مسنين وطبعا هو مش مبسوط بده خالص وعاوز يهرب لانه مهووس بالمصارع الحرة وفيه شخصية هو مجنون بيها وعنده شرائط فيديوهات ليها والشخصية دي مفروض انها عندها اكاديمية بتعلم المصارع وهو عاوز يروح هناك يدرس عاوز يروح يتعلم ويبقى مصارع على الجانب الاخر عندنا شخصية طايلر وطايلر صياد بيعاني من فقدانه لاخول كبير وفقدان عيلته لرخصة الصيد في المدينة اللي هم فيها وده بيوقعه في مشاكل مع صيادين اخرين لغاية لما بيرتكب حماقة معينة وبيضطر انه هو يهرب وللصدفة بيهرب على نفس المركب اللي زاك مستخبي فيها بعد ما نجح في انه يهرب من دار المسنين اللي هو كان عايش فيها واللي اتنين بينطلقوا في رحلة مع بعض بعد ما مسايرهم بترتبط بشكل ما وبيبقى وراهم مطاردة من الانور الموظفة اللي في دار المسنين اللي بتحب زاك وحسب مسئولية جاهه وعاوزة ترجعه تاني ومن الصيادين اللي طايلر وقع نفسه في مشكلة معاهم فبناعنا عليه احنا فيلمنا ينفع نقول عليه فيلم رحلة طريق او رود تريب فيلم ولكن الرود المرة دي مختلف شوية لان احنا بنتكلم في بيئة ممكن نكون ما شفناهاش كتير في افلام اللي هي البيئة بتاعت البحيرات والانهار والحاجات دي ما هياش غابة ما هياش مدينة متحضرة ما هياش مدينة خارج الزمن حاجة كده فعلا ما بنشوفهاش كتير والوسائل اللي الثنائي بتاعنا بياخدوها عشان ينتقلوا غير معتادة يعني احنا اول ما بنقول رود تريب فيلم او فيلم رحلة طريق اول فكرة بتيجي في دماغن ان هما في عربية والعربية دي ممكن تتبدل بعربية تانية ويمشوا شوية وكلام زي ده لا احنا هنا مش كده احنا هنا من مركب لمشي لعوم لطوف لحاجات كتيرة جدا وده في حد ذاته ساحر وبرضه بيحسس المشاهد بانه مش عارف الفصل اللي جاي ايه التحديات اللي حتقابلهم من الطبيعة نفسها بجانب التحديات اللي هما نفسهم بيهربوا منها زي بالنسبة لزاك اللي عايزة ترجعه دار المسنين تاني وزي بالنسبة لطايلر اللي عاوزين ينتقموا منه من خلال فصولنا دي بنتوغل اكتر داخل الشخصيتين بتوعنا وداخل علاقتهم ببعض وهي علاقة متميزة جدا وجميلة جدا والكيميا اللي موجودة ما بين شايا لبوف وما بين زاك جمدة جدا 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 ومقنعة وسهلة واعتقد دي برضو من الانجازات الواضحة للفيلم لان احنا بنتفرج مستمتعين بصحبتهم وعاوزين نشوفهم بيتكلموا مع بعض اكتر لان طايلر في البداية بيرفض فكرة انه هو يرتبط او يربط مصيره بزاك لغاية لما بيشوف ان الزاك ده لو بقى الوحده ممكن يعاني جدا وبيشعر ارتجاهه من مسئولية ممكن يكون جزء منها تعويضي عن العلاقة مع اخوه اللي بنعرف بعض الابعاد عنها برضو اثناء تطور احداث الفيلم فالفصول بتاعتنا اللي احنا بنعدي بيها فصول زي ما بنقول عليها كده هارت وورمينج الفيلم ده من الافلام اللي انفعي تقال عليها افيل جود فيلم في بعض نواحي في نواحي تانية بنحس فيها بالتهديد وده مطلوبة علشان السياق بتاع احداثنا والقصة بتاعتنا وحبكتنا بس اغلب الاوقات احنا بنقضي اوقات لطيفة جدا مع الثنائي وبنستأنس بطبيعة علاقتهم مع بعض الفيلم على مستوى التكسيد متميز مقدرش اقول انه كان فيه تحديات كبيرة قوي على اي حد من الممثلين لانه فيلم بسيط اولا واخيرا ما ينفعش يتقال عنه فيلم كبير مهمة جدا اللي رسمت نواحي تمييزه والفيلم ده متميز على فكرة بس انا مش عاوزة بقى دايما بقول لكم يا جماعة انا عايز اتكلم عن الفيلم ده والفيلم ده مهم عشان واحد اتنين ترى اربعة انا ممكن جدا اتكلم عن افلام مش مهمة في الفترة اللي جاية لمجرد ان انا لقيت عندي حاجة اقولها ولا هشاغل بالي بمشاهدات ولا بقى اي حاجة من الكلام ده بس الفيلم ده فعلا للمساطفة مهم مهم ليه يا جماعة لان ده اكثر فيلم تحقيقا للارادات ما بين الانتاجات المستقلة في 2019 وحقق ما يسمى بلقب السليبر هيت السليبر هيت ده هو الفيلم اللي ما بتعملوش اي دعاية تقريبا على الاطلاق او ميزانية التسويق بتاعته بسيطة جدا عرضه بيبدأ في عدد محدود من دور العرض البداية بتاعته ما بتبقاش متميزة على مستوى الارادات مش ناس كتير بتخش تتفرج عليه ولكن بعد كده كلام الناس لبعض بيشجع السينمات بانها تستضيفوا اكتر واكتر ويدولوا شاشات اكتر واكتر والفيلم النجح في النهاية انه يحقق ارادات ما كانتش تخطر على بالهم والسبب الرئيسي او التفسير اللي عندي يعني لاني ما عرفش السبب هو اللي بقول لكم عليه ده ان فيه كيميا متميزة جدا ما بين البطلين ان الفيلم داخل تصنيف افلام رحلات الطريق متميز فعلا بالطبيعة اللي موجودة حواليه والنقطة التانية ان هو على مستوى التكسيد وعلى مستوى الحوار وعلى مستوى الفصول جميل حقيقي فيلم ينفع نوصفه بكلمة جميل ولكن زي ما قلت كده ما ينفعش يتقال عليه فيلم مثالي واحنا بنتكلم عن التمثيل عاوز اشيرها لحاجة مهمة جدا بالنسبة لبطل الفيلم شاي لابوف وهو اني دايما بحبه ولكن دايما باتهمه بان هو بيبالغ في التكسيد الفيلم ده زي ما يكون اخيرا اتعالج فانا مبسوط جدا بالنسبة له من النقطة دي دور الينور اللي قايمة به هي داكوتا جونسون وداكوتا جونسون خادت ختمة مش ظريف ابدا من المهازل بتاعت دا ولكن انا من ساعتنا شفتها في دور صغير جدا في دا سوشال نتورك وانا شايف انها ممثلة ذات طبيعة متميزة مش شبه بقية الممثلات عندها جزء من عندها طبيعة هادية عندها شيء ينفع لو لو احنا بيخين شوية نقول عليها سهتانة شويتين وهنا الكلام دوت بيتم توظيفه بشكل كويس لانها شخصية حائرة في المقام الاول لما اخذ ما لش الانفعال في الكلام في السنة ما بيعمل حاجات غريبة هي هي شخصية حائرة شويتين ما هياش عارفة هي عايزة ايه بالزبط وعندها تاريخ وعندها دوافع وعندها مهمة وكل دا حطتها في صراع ما هواش كبير اوي ومتناسب جدا مع طريق التكسيدها فانا عايز اقول انها ممثلة البروفايل بتاعها ينفع يستخدم بشكل افضل من كده وفي افلام اكتر من كده واتمنى الفيلم دا يكون فتحة خير عليها يعني ونبعد بقى عن التاريخ لسود اللي احنا عارفينه دا عندي حاجة مش فاهمها قوي او لاحظت حاجة في الفيلم مش قادر افهم سببها قوي وهو ان الشخصيات المساندة فيها عدد كبير من الممثلين الكبار جدا جون بيرنتال عامل دور شرفي جون هوكس عامل دور شرفي المفروض الحقيقة مسحته مش صغيرة وانا شايف ان جون هوكس بامكانياته اكبر من كده بكتير يعني بروس ديرن عنده ظهور مش عارف اسمه ايه هيدن تيرتش الراجل ده اسمه بيغيب عني لانه اسامي الممثلين اللي فيها تلت اجزاء ده توماس هيدن تيرتش وده برضو ممثل متميز جدا وانا بحبه جدا ويمكن يكون هو الوحيد من اصحاب الظهور الشرفي اللي انا متفهمه شويتين لانهم لانها شخصة بيتبنلها كتير ولما بتظهر كان من المفيد انها تكون الممثل معروف بقيت الممثلين انا معرفش بصراحة كانوا بيعملوا في الفيلم ده ومش عارف ايه اهمية ان احنا نحط الممثلين كبار في الادوار اللي هم كانوا موجودين فيها بس مش عاوز انتقد ده زي ما كنت بانتقده في السينما المصرية واقول ان دي فرص اكتر لممثلين تاني لانها ما اصبحتش ترند ما اصبحتش ظاهرة في السينما الامريكية فبناءا عليه عاوز عاديها ولكن مشكلة الكبرى مع الفيلم وانا عندي مشكلة مش صغيرة او مشكلة كبيرة شويتين ان المواقف اللي بتشهد تحولات داخل الفيلم وبتؤشر لقرارات مهمة من كل الشخصيات عاملة زي السندويتش اللي الحشو بتاعه حلو جدا بس العيش الناحيا دي والعيش الناحيا دي بايت او مجلد او سائع مش عارف الهونزم احنا بنفتح كل موقف بطريقة مش مقنعة وبنختم كل موقف بطريقة مش مقنعة بس اللي بيحصل في الموقف نفسه جميل جدا لدرجة ان انت بتقبل اللي حصل يعني مش عايزة دي امثلة عشان محرقش الفيلم على حد للا ان التحولات دي مهمة على فكرة صدق او لتصدق في كل اللي قلته ده انا محرقتش حاجة مهمة بنبتدي حوار فكرة ان فيش خصيتين بدأوا يتكلموا مع بعض اصلا مش مش بلعها ليه 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 طبيعة الحوار بتاعتهم خدت المنحنة ده بعد كده بيتم تخديري بالجماليات اللي في المشهد نفسه وفي تصميم الحوار وفي التجربة البصرية المتوضعة اللي مش كبيرة قوي بس تم استثمرها الى اقصى درجة ممكنة وبعدين في النهاية بنختم بقرار على نفس درجة عدم الاقناع بتاعت نقطة الانطلاق او البداية دي مشكلة معايا في الفيلم كله من اول لحظة الاخر لحظة تقريبا ما فيش موقف يعني لو نقول ان الفيلم شاهد عشرة خمستاشر موقف مسلا معدتهمش طبعا يمكن تلاتة او اربعة اللي كانوا مقنعين من البداية للنهاية الباقي كله بدايته فيها مشكلة نهايته فيها مشكلة والحشو زي الفقول اللي ما فيهوش اي ازمة على الاطلاق عشان كده انا عشان عارف ان انا هاخد شوية وقت وانا بشرح النقطة دي حبيت اشير في البداية ان ده ما يمنعش ان الفيلم كتجربة على بعضها جميل جدا انا انا بقول لكم الساعة بتريت اتفرج عليه الساعة خمسة ونص صبح ما قدرتش يسيبه ما قدرتش يسيبه غير لما خلصته وبع ذلك في النهاية لازم اشير انه فيلم حلو وانصح جدا الناس كلها انها تتفرج عليه وحقيقي داخل تصنيف وفيلم مختلف وفيلم ممتع في تقربة مشاهدته بس تقييمي لي بسبب المشكلتين تلاتة اللي اتكلمت عنهم دول هو سبعة من عشر ودي من الحالات اللي التقييم لا يعكس قدرة المشاهد او قابلية الفيلم لان المشاهد يستمتع بيه بس كده ده كل اللي عندي على ده لو انتو تفرجته على الفيلم ياريتو ياريتو قلولي رأيكم فيه وتقولولي لو عندكم نفس التحفظ على النقطة لانا ذكرتها دي ياريت تساموا ده في القومنز الف شكر للحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارووا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو وبي باي